قال الرسول بطرس عن يسوع المسيح أنه المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هذا هو يسوع المسيح وبتعرف حبائي قبل ما أتكلم عن شخصيات التي تغيرت حياتهم ولربما تكون أنت واحد من المشاهدين أو المشاهدات تحب تشارك كيف الرب غير حياتك ولو بشهادة قصيرة سيكون المجال مفتوح لك ولكن دعني أقول أن الكتاب المقدس واضح صريح يتكلم الحق لأن كلمة الله نور وكلمة الله حق فإذن الكتاب المقدس يصف الناس يصف البشر مش على أساس الرياء أو الكبرياء ولا على أساس البر الذاتي أو التقوى ولا على أساس مظاهر التدين أو أشكال التدين الخارجي ولا على أساس أعمال صالحة نحاول أن نمارسها وأن نطبقها فالكتاب المقدس يصفنا بكل بساطة أحبائي يشخص حالتنا أن هذه الحالة يسمى الإنسان العطيق الفاسد الذي يسلك ببطل الذهن وأن العالم كله وضع في الشرير ويصف الإنسان أنه أعمى روحيا عايش في الظلمة يصفنا أننا أموات بالذنوب والخطايا نتبع نموس عالمي ونظام عالمي نظام ضد المسيح يصف الكتاب المقدس حالة الناس هالك ضالا أبناء المعصية يصفنا أننا تراب وهكذا في أوصاف يعني في الكتاب المقدس مثلا يصف الإنسان العطيق مقابل الإنسان الجديد يصف الإنسان الخارجي مقابل الإنسان الداخلي أو أحيانا يسمى الإنسان الباطني وأيضا يقارن بين الإنسان الجسدي والإنسان الروحي أو الإنسان الطبيعي يعني الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأن ليس عنده أو بالأحرى لأن عنده جهالة مقابل الإنسان الروحي الذي اختبر نعمة يسوع المسيح يصفنا الكتاب المقدس أننا أعداء صلحنا بدم يسوع المسيح يصفنا الكتاب المقدس أوصاف كثيرة أحبائي ولكن هذه الأوصاف أن كل تصور فينا شرير لأنه مكتوبة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فيصف الكتاب المقدس حالة الإنسان مثل ما هو الإنسان خاطئ بعيد عن الله ضال أعمى فاسد عطيق تراب يصف الإنسان ميت هالك ابن المعصية نعمل ونتمم مشيئات الجسد أو بالأحرى مشيئة الشيطان ولكن عمل النعمة بالمقابل أحبائي أنه غير الناس مكتوب وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب فالرب دعانا من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة من الضياع والهلاك إلى الخلاص من العبودية إلى الحرية بيسوع المسيح من الهلاك في جهنم النار إلى الحياة الأبدية مع الرب يسوع إلى أبد الآبدين من اليأس وعدم والبؤس والشقاء وعدم الرجاء والفقر والخطية والظلمة والجهل غير حالتنا إلى مؤمنين صرنا خليقة جديدة أبناء الرب بنات الرب عن طريق الولادة الروحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة